موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم عبر مصدر المسؤول برئاسة الجمهورية عن تأييد الجمهورية اليمنية الكامل لقرار الإدارة الأمريكية في القيام بعمليات عسكرية على أهداف عسكرية في سوريا وقال المصدر أن العمليات العسكرية جاءت ردا على الإرهاب الكبير للنظام السوري والمتمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء مما أودى بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء والتي تأتي استمرارا للجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ سنوات وبات وضع الشعب السوري في جحيم وحمل المصدر للنظام السوري المسؤولية الكاملة لكل هذه المجازر ولتبعاتها مطالبا الجهات المعنية في منظمة حظر استخدام السلاح الكيميائية التحقيق الكامل في هذه الجرائم وثمن المصدر الموقف الشجاع والمسؤول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وداعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الشعب السوري الشقيق قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتدشين استئناف العمل في مشروع الطريق البحري بالعاصمة المؤقتة عدن والذي ينفذ بتمويل من الصندوق العربي للتمية هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن المشروع والمدة التي سيتم تنفيذ المشروع خلالها كما ووضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تعشيب وتأهيل ملعب الحبيش الرياضي بتمويل حكومي كما قام رئيس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وترميم استوديوهات الإذاعة والتلفزيون بتكلفة إجمالية بلغت 424 مليون ريال وبتمويل حكومي هذا وقد اطلع رئيس الوزراء على حجم الدمار الذي تعرض له مبنى الإذاعة والتلفزيون ونهب كل محتوياته مؤكدا أن تدشين العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي سوف يسهل في عودة القنوات الرسمية إلى العاصمة المؤقتة عدن قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بوضع حجر الأساس لتدشين العمل في تأهيل وصيانة كل من طريق المطار خور مكسر كريتر وطريق المطار المعلّى التواهي وكان في استقباله أثناء وصوله وكيل محافظة عدن أحمد سالمين وعددا من أعضاء السلطة المحلية واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول المشروع ومدة إنجازه والتكلفة الإجمالية للمشروع التي بلغت مليار ومائتين وخمسين مليون ريال بتمويل حكومي وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور عدن كما قام رئيس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع سفلتة مدرج التدحرج في المطار وكذا تأهيل شبكة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وتشجير المثلثات في جولة المطار وسفلتة مواقف وعمل السور وبوابة لمدخل المطار واطلع رئيس الوزراء على المدة التي سينفذ خلالها المشروع الاستراتيجي التي بلغت تكلفته الإجمالية مليار وخمسمائة مليون ريال بتمويل حكومي وفي ذات السياق وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لتدشين مشروع إعادة أعمار المباني المتضررة من الحرب والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها التواهي المعلة وصيرة وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال بتمويل حكومي وأجنبي هذا وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التنموية والخدمية بمبلغ إجمالي وقدره سبعة مليارات ومائة وعشرون مليون ريال وبتمويل حكومي اشتدت وثيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا المخلوع صالح والحوث الإنقلابية من جهة أخرى في مديرية الصلو بمدينة تعز خلفت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا واشتدت المعارك عقب هجوم نفذته قوات من اللواء 35 مدرع التابع للجيش الوطني إلى مواقع الميليشيات الإنقلابية في منطقة الصيار بمديرية الصلو وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني نجحت في الهجوم وقتلت خمسة من مسلاح الميليشيا وجرح آخرين فيما استشهد أحد أفراد اللواء 35 مدرع خلال العملية وتشهد جبهة الصلو معارك متواصلة استطاعت قوات الجيش الوطني خلالها السيطرة على مواقع استراتيجية في المديرية وتكبيد الميليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة قتل عشرة من عناصر ميليشيا الحوثي وصالحة الإنقلابية وأصيب آخرون من أبناء الحيمة الخارجية بغارة للتحالف العربي في مديرية نهم شرق صنعاء وأكدت المصادر أن عشرة من أبناء مديرية الحيمة بمحافظة صنعاء قتلوا وأصيب آخرون بعضهم إصابته خطيرة بقصف لطيران التحالف استهدفهم لحظة وصولهم إلى جبهة نهم وتتكبد الميليشيا الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال خصوصا في الفترة الأخيرة أكدت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء أن أبطال المقاومة حققوا تقدما ميدانيا نحو منطقة السبيع بمديرية السوادية التي تقع وسط المحافظة وقالت مصادر ميدانية أن التقدم جاء عقب اشتباكات عنيفة بين أبطال المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في جبهة عبل الوهبية بالمديرية إلى ذلك شهدت منطقة الشواهر بمديرية قيفة اشتباكات عنيفة بالرشاشات المتوسطة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية إثره هجوم للميليشيا لمواقع المقاومة في منطقة العبل الشواهرة نهاية الموجز شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة